السلام عليكم ورحمة الله اليوم لدي موضوع مثير للغاية وهو عن الحب القوة الغامضة التي تجعلنا نتصرف بشكل غير منطقي أحيانا وكم هو ممتع أن نكتشف العلامات التي تشير إلى أن الفتاة التي نعجب بها قد تعجب بنا أيضا وربما أكثر مما نظن تابع معي هذا الفيديو لأني سأتحدث فيه عن عشر تصرفات إذا قامت بها الفتاة فهي تحبك بجنون وأنت المسكين قد لا تدرك ذلك اجلس واستمتع بالرحلة اضغط لايك وتعال معي لنكتشف الإشارات الخفية للحب طيب الإشارة الأولى تجدها تضحك على نكاتك السخيفة هل سبق لك أن قلت نكتة كانت بصراحة سيئة جدا لدرجة أنها قد تثير شفقة الأطفال في حفل عيد ميلاد؟ ومع ذلك تجدها تضحك كأنك أفضل فنان كوميدي على وجه الكوكب إذا كان الأمر كذلك فهذه علامة جيدة جدا الفتيات عادة لا يضحكنا من القلب على النكات السخيفة إلا إذا كنا حقا معجبات بالشخص الذي يقف خلف تلك النكتة ربما تكون تعتقد أن نكاتك الطريفة جدا هي سر ضحكاتها لكن الحقيقة يا صديقي أن مشاعرها تجاهك هي ما يجعلها تجد كل ما تقوله مضحكا نصيحة سريعة هنا حاول أن لا تستغل هذا الأمر وتختبر الحدود بنكات أكثر سخافة بزيادة فقد ينقلب السحر على الساحر الإشارة الثانية تتذكر تفاصيل صغيرة عنك إذا كانت تذكرك بتفاصيل صغيرة قلتها في محادثة قبل أسابيع مثل أنك تحب القهوة بدون سكر أو تفضل ركوب الدراجة في الصباح فهي بالتأكيد تولي اهتماما خاصا لك الفتيات اللواتي يعجبنا بشخص معين يهتممنا بتفاصيل حياته الصغيرة ويحاولنا حفظها ليظهرنا له أنهن مهتمات لا تنسى أن تلاحظ وتذكر التفاصيل التي تشاركها هي أيضا فهذا يعزز العلاقة ويظهر لها أنك تقدر اهتمامها الإشارة الثالثة تشاركك اهتماماتك هل لاحظت أنها بدأت فجأة تحب الأفلام التي تحدثت عنها؟ أو بدأت تظهر اهتماما بالرياضة التي تشجعها أنت؟ إذا كانت تتبع اهتماماتك وتشاركك في العنشطة التي تستمتع أنت بها فهذا مؤشر قوي على أنها تحاول بناء جسر للتواصل معك وإظهار مدى رغبتها في قضاء الوقت ويأك قم بدعوتها إذن لمشاركتك في بعض اهتماماتك المفضلة وراقب كيف تتفاعل هذه فرصة رائعة لتقوية الروابط بينكما الإشارة الرابعة تتصرف بغرابة أو بشكل مختلف أمامك إذا لاحظت أنها تتصرف بغرابة أو تبدو مرتبك قليلا عندما تكون معك فهذا ليس بالضرورة لأنها غير مرتاحة بل ربما لأنها تحبك كثيرا لدرجة أنها لا تعرف كيف تتصرف بشكل طبيعي يمكن أن تشعر بالارتباك أو تحاول أن تكون مثالية في كل لحظة لأنها تريد أن تترك انطباعا جيدا عندك حاول أن تكون مسترخيا وطبيعيا عندما تكون أمامك فهذا سيساعدها بدورها على الاسترخاء أيضا والشعور بالراحة في حضرتك الإشارة الخامسة تبتسم لك بدون سبب واضح هل تجد أنها تبتسم لك بدون سبب واضح أثناء المحادثة أو حتى عندما تكون هناك مسافة بينكما؟ هذه الابتسامات العفوية يا صديقي هي طريقة لطيفة منها لإظهار أنها تستمتع بوجودك وتشعر بالسعادة عندما تكون بجوارك ابتسم لها أنت أيضا هيا الابتسامة معدية وتصنع جوا إيجابيا يعزز مشاعر الإعجاب والراحة الإشارة السادسة تختلق أعذارا لرؤيتك أو الحديث معك إن كانت الفتاة تبحث دائما عن أعذار لتكون بالقرب منك أو للحديث معك فهي بلا شك تحمل لك مشاعر خاصة هذا مما لا شك فيها قد تلاحظ أنها دائما تطلب مساعدتك في أشياء بسيطة أو تسألك أسئلة تتعلق بأمور تعرف أنك خبير فيها فقط لتجد سببا للتحدث معك كن كريما بوقتك وأظهر استعدادك لمساعدتها هذا سيساعد على بناء علاقة أقوى وأكثر تواصلا أصل معك إلى الإشارة السابعة تتحدث عنك كثيرا أمام الآخرين إذا كان أصدقاؤك أو أصدقاؤها يخبرونك أنها تتحدث عنك كثيرا عندما تكون غائبا فهذا دليل واضح على أنها مهتمة بك بشكل خاص الفتيات يمن إلى مشاركة مشاعرهن وأفكارهن مع أصدقائهن المقربين وإذا كنت محور حديثها فأنت بالتأكيد تحتل مكان مميز في قلبها اسألها عن الأمور التي تتحدث عنها وربما تكشف المزيد من مشاعرها الحقيقية الإشارة الثامنة ترسل لك رسائل نصية في الكثير من الأحيان هل تجد أن هاتفك يمتلئ برسائل منها في أوقات كثيرة من اليوم؟ هل تبدأ المحادثات معك بنكات صغيرة؟ أو تشاركك بأشياء عشوائية تحدث في يومها؟ إذا كانت تبقي الاتصال مستمرا معك فهي بالتأكيد تحاول الحفاظ على قربك وتريد أن تبقيك في حياتها طوال الوقت استجب بنفس الطريقة وأبقي محادثاتها مشوقة وملئة بالحياة الرسائل النصية يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتعزيز العلاقة الإشارة التاسعة تدعمك بشكل غير مشروط الفتيات اللواتي يحببنا بشدة يظهرنا دعمهن للشخص الذي يعجبنا به وبشكل واضح إذا كانت دائما موجودة لدعمك في قراراتك أو تساعدك في الأوقات الصعبة أو تشجعك على تحقيق أهدافك فهي بلا شك تملك مشاعر قوية تجاهك أنت الآن عليك أن تعبر عن امتنانك لدعمها وأن تكون هناك أيضا لدعمها في المقابل العلاقات الصحية تبنى على الدعم المتبادل الإشارة الأخيرة تشاركك خطتها المستقبلية إذا كانت تتحدث معك سواء عن طريق الرسائل أو محادثة مباشرة عن خطتها المستقبلية وتبدأ بوضعك ضمنها هذا يعني أنها ترى فيك جزءا من مستقبلها سواء كانت تتحدث عن رحلات السفر المستقبلية أو المشاريع الشخصية أو حتى مجرد خطط لعطلة نهاية الأسبوع إشراكك في هذه الخطط يعني أنها ترى أنك جزء مهم في حياتها هنا عليك أن تكون أنت أيضا مشاركا ومهتما بهذه الخطط وأن تظهر لها أنك تتطلع أيضا لقضاء الوقت معها في المستقبل القريب والبعيد والآن بعد أن استعرض معكم هذه العلامات العشر قد تكون يا صديق اكتشفت أن الفتاة التي تعجبك تحمل لك مشاعر أكثر مما كنت تتصور الحب قد يكون معقدا ولكنه أيضا مليء باللحظات الجميلة والمفاجآت السعيدة إن كنت تلاحظ هذه التصرفات في الفتاة التي تهتم بها فربما حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام وإظهار مشاعرك تذكر الحب يبدأ بتلك الإشارات الصغيرة كن شجاعا وافتتح الحوار وكن صادقا مع نفسك ومعها من يدري قد تكون على أعتاب بداية جديدة ومثيرة في حياتك العطفية لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء فمن يدري من يحتاجه إلى اللقاء